مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء نستملك معكم في هذه الحلقة وهي ثالثة من برنامج فرهود ما كنا بدأنا خلال الحلقتين السابقتين في عرض لموضوعة مهمة يعتبرها الخبراء والمختصون وسيلة لتهريب الأموال العراقية إلى خارج البلاد يستعدني في هذا الموضوع أن أرحب بضيفي فيها للستوديو المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض دكتور أحمد أهلا ومرحبا بك في الحلقة ثالثة من فرهود حياك الله وقبل أن نبدأ الحوار في جوانب هذه القضية سنتعرف على جوانب من آلية المزاد اليومي الذي يجريه البنك المركزي العراقي وتدخل فيها المصارف كي يرسوا عليها المزاد بما تقدمه من عروض للحصول على العملة الأجنبية أهلا بكم مشاهدين الكرام اليوم سنعرض لكم آلية العمل التي يتم من خلالها عرض العملة الصعبة في المزاد العلني هذا مزاد العملة التي يقوم بها البنك المركزي العراقي والذي يكلف البلاد سريقة حوالي 12 مليار دولار سنويا تكون الآلية على الوجه التالي يقوم البنك المركزي بطرح العملة الصعبة في المزاد مزاد العملات الأجنبية تدخل المصارف في هذا المزاد بعد أن تقدم المينفيستات وتقدم الاسويفتات التي تأتيها من قبل الشركات الصرافة المرتبطة بها عن شكل حوالات خارجية وكذلك نقدية وأيضا يتم من خلال شركة التحويل الخارجي والصيرفة التي تتم خارج العراق المصارف نعرض لأكثر من نموذج المصارف المشتركة في المزاد الذي يتم من خلاله عرض العملة الأجنبية طبعا المصارف تكون على الوجه التالي هي أولا مصرف آشور ومصرف الاعتمان مصرف الاتحاد العراقي ومصرف الاستثمار كذلك مصرف المصرف العراقي الإسلامي ومصرف الاقتصاد وكذلك المصرف الأهلي ومصرف بابل مصرف البلاد الإسلامي وكذلك مصرف بغداد ومصرف التجاري العراقي وكذلك مصرف الخليج ومصرف دجلة والفرات وكذلك مصرف الرشيد مصرف انتر كونتنينتا لبنان ومصرف سومر ومصرف الشمال ومصرف اميرالد ومصرف الهدى وكذلك مصرف المتحد للاستثمار ومصرف المنصور وكذلك مصرف الموصل ومصرف جيهان وايضا مصرف اربيل ومصرف بيروت والبلاد العربية وكذلك مصرف الاعتماد اللبناني والمصرف الوطني الاسلامي ومصرف التنمية الدولي ومصرف البحر المتوسط ومصرف اللبناني الفرنسي مشاهدين الكرام ايضا لدينا بعد مراجعة جداول هذه المصارف المشتركة في المزاد وبعد مراجعة جداول المصارف في المزاد يظهر ايضا ان المصارف التي هي الاكثر استحواذا على مبالغ التحويل الخارجي طبعا مصرف اشور هو في المقدمة يلي من بعد مصرف الهدى وكذلك مصرف دجلة والفرات ومصرف اميرالد نأتي الى شركات الصرافة شركات الصرافة المرتبطة بالمصارف الاكثر استحواذا على التحويلات الخارجية من خلال المرتسم يبين لنا مصرف دجلة والفرات يقوم بالتحويل دائما الى شركة عراقنا للصيرفة وكذلك شركة كمال للصيرفة المصرف الثاني هو مصرف اشور مصرف اشور يقوم دائما بالتحويل الى شركة ضفاف دجلة والفرات وكذلك مصرف شركة البترة للصرافة شركة البترة للصرافة المصرف الثالث هو مصرف الهدى يقوم بالتحويل دائما الى شركة الطيب للصرافة وكذلك شركة الكمال للصرافة هذه مشاهدين الكرام هي الوثائق التي تكشف آليات التحويل للعملة الصعبة من العراق الى خارج البلاد القليل مما يتوفر لدينا في وثائق تكشف هذه العملة التي وصفها الخبراء بانها هدر لاموال البلاد وبما يقدر قيمته 12 مليار دولار سنويا السؤال المطروح كيف يصبح التحويل الرسمي ممرا لتهريب الاموال طبعا المصارف التي تفوز بالحوالات تقوم باصدار سويفت او تحويل مالي رسمي باسم شركة تجارية معروفة وترسل نسخة من هذا السويفت الرسمي الى البنك المركزي العراقي كي يبدو التحويل مطابقا للاجراءات الرسمية تعود المصارف مرة اخرى مشاهدين الكرام كيف يتم التحايل على طريقة هذا التحويل الخارج تعود المصارف بعد وقت قصير تقوم بالغاء السويفتات الرسمية التي ارسلت نسخة منه الى البنك المركزي العراقي لتصدر سويفت جديد باسم شركة حوالات لا علاقة لها بالشركة الاصلية التي استلم الحوالة باسمها دون طبعا اعطاء اي نسخة من السويفت الجديد الى البنك المركزي العراقي مشاهدين الكرام بعد كل الذي عرضناه نؤكد للمسؤولين وللمشاهدين الاكارم ان قناة التغيير تمتلك الوثائق ومئات المئات من الوثائق التي تؤكد ما ذهبنا اليه والسؤال هل هو او هل ستعيد الهيئات المالية المسؤولة في العراق تدقيق ما يتصل تحديدا بالاسويفتات التي تصدرها المصارف المشاركة في مزاد العملة الاجنبية كي تتأكد بما اذا كانت طبعا هذه الاسويفتات مزورة ام صحيحة كما ان قناة التغيير تتعهد ايضا بان تضع ما تمتلكه من وثائق تحت تصرف هيئة النزاهة الحكومية ولجنة النزاهة البرلمانية كي تحقق في هذا الامر الذي يكلف العراق كما يقول خبراء ماليون نحو 12 مليار دولار سنويا وايضا قناة التغيير تعد المشاهدين الكرام بعرض المزيد من الوثائق التي تتعلق بعمليات النهب المنظمة لموارد العراق كما نأمل منهم ايضا المشاركة في هذا الشأن عبر ارسال ما تمتلكونه من وثائق ومعلومات على الايميل الظاهر في الشريط الاخباري للقناة مشاهدين الكرام شكرا لحسن المتابعة وهذه عودة الى زملائي أرحب بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج فارهود وأرحب بضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض دكتور أحمد أرحب بك مرة أخرى مرحبا بكم في قناة التغيير وكل عام أنت بخير وأنت بألف خير رمضان أكرم عليك دكتور أحمد تابعنا التقرير الآن تابعنا الآلية المعتمدة في بيع العمولات الأجنبية من قبل البنك المركز العراقي إلى المصارف يعني برأيك لماذا هذه الآلية دون غيرها هل توجد هناك آلية أكثر شفافية ووضح من هذه الآلية يعني دعني أشرح لك شيء يعني مرتبط بقيام هذه الدولة العراقية بعد عام 2003 يرتبط بأساس الموضوع الذي يتم البحث فيه وهذا الموضوع الحقيقة لم يكن تم التسليط الضوء بشكل كافي عليه أنا اليوم نريد الحقيقة أن نكون مهنيين جدا ومحايدين للدرجة التي نخدم بصناع القرار الوطنيين وفيها تحفظ هذه الكلمة أنا لا أقصد في السلطة ولكن في صناع قرار الآن قد يكون خارج السلطة لما يحصل في العراق الحقيقة من عمليات نهب منظم وهذا بالدليل والواقع واعتراف كل منظمات الدولية المعنية بمراقبة الشيء العراقي المالي والاقتصادي وكذلك كل المنظمات الداخلية والإعلام الوطني الحر الشريف الذي يتابع هذه القضايا الآن الحقيقة أنا أتحفظ على كلمة العملة الصعبة أولا دولار ليس صعب بالنسبة للعراق الدولار هو ما معنى كلمة العملة الصعبة هي العملة التي يصعب الحصول عليها من ناحية الاقتصادية على الأقل هذا التحريف وبالتالي الدولار ليس صعبا على العراق بالعكس الدولار كل السهل العراق لأنه يبيع نفط بشكل مباشر ويحصل على الدولار المشكلة ليست في خروج الدولار يعني حتى المشاهد ينتبه للقضية الأساس المشكلة في عملية تحتيال التي تلتف حول هذا الموضوع وتهرب الدولار وتهرب الدولار وإخراج الدولار فيه إخراج هذا الإخراج ما فيه مشكلة عدة بالنسبة للعراق إخراج يعني لو قلت إخراج إخراج بطريقة مؤمنة ووصل لكن تهريب الدولار بطرق ملتوية هو الالتفاف على هذا الموضوع بعد الغزو الأمريكي على العراق الحقيقة العراق معروف قبل عام 2003 كانت توضع أموالها باعتبارك كان تحت الوصاية الدولية بشكل مباشر من المجتمع الدولي طيب انتقل بعد عام 2003 بعد قرارك 1884 اللي حول القوات الأمريكية لقوات احتلال هذا القرار جعل من العراق تحت الوصاية الأمريكية وهنا الفارق كان تحت وصاية المجتمع الدولي تحول إلى تحت الوصاية الأمريكية بشكل مباشر الأمريكان برروا ذلك بأنهم يريدوا أن يصرفوا على العراق ينفقوا أموال العراق لا يستطيعوا الأموال التي كانت مجمدة تبروها الفروزن آسست اللي هي أموال العراق مجمدة على قضية دخولها للكويت هذه الأموال لا يستطيع الأمريكان يتصرفوا فيها فماذا فعلوا ذهبوا إلى مجلس الأمين كان أمام خيارين أما يشكلوا حكومة وطنية تحكم العراق بشكل مباشر أو أن يتحول إلى قوة احتلال فذهبوا إلى الخيار الثاني أنه تحول إلى قوة احتلال حتى يستطيعوا أن يتحكم بأموال العراق من هنا تم إنشاء هذا بسرعة راح أتحدث به تم إنشاء الدي اف اي اللي هو صندوق تنمية العراق اللي معروفه يعني صندوق تنمية العراق هذا الصندوق الآن أصبح تدخل فيه كل الأموال العراقية اللي كانت موجودة زيما صدام حسين وكانت تقدر بـ 20 مليار وكل الأموال التي تنتجت بيع النفط هذا اللي حصل حقيقة هذا الصندوق العراق إذن هنا نتعرض إلى ثلاثة عمليات نهب وتسلسلة الأول من قبل قوات الاحتلال لازم نحن نحن نتحقق من قضية 19 مليار التي يؤثر حولها جدل كبير ولا نحصل على نتيجة من الحد إذن هناك نهب كان الثاني هناك نهب الحقيقة داخلي من العراق سواء من مسؤولين عراقين وتجار عراقين وهناك نهب خارجي قامت به دول إقليمية وتجار إقليميين هذه الثلاثة معايير التي يجب أن يصلت عليها الضوء كيف حصل هذا؟ يعني بعد أن تم إنشاء الـ DFI صار العراق الحقيقة بموجب قرارات مجلس الأمين وموجب قرار اللي تحولت به قوات الأمريكية صار خفف علي العقوبات كان سابقا ليس من حقا أن يشتري ويبيع إلا من خلال مذكرة التفاهم معروفة لـ AMOU ذكرة نفط مقابل الغذاء بعد تاريخ 2003 تم تخفيف العقوبات على العراق صار من حقا يبيع ويشتري ولكن من خلال صندوق تنمية العراق نعم زيان ش رح يصير هنا أنه دوائر وموسات الدولة تحتاج إلى أن تتعاطى خارجيا تحتاج إلى استيرادات معدات ما شابه ذلك ماذا فعله؟ فعل بريمر أنه أنشئ الـ TBI اللي هو صندوق التجارة العراقي طيب شنو شغل هذا صندوق التجارة العراقي؟ هذا شغلة أنه يفتح اعتمادات لدوائر وموسات الدولة وقعدنا منه نانا القطاع الخاص قطاع الخاص كيف يحصل على الأملة الصعبة؟ لازم يدخل بالمجال لازم يدخل فتحه المزاد وبالتالي المزاد كان خطوة ذكية وصحيحة لتثبيت العملة ولذلك ثبت الدولار يعني البنك المركز العراقي قام بخطوة جريئة ومهمة جدا الحقيقة يعني ثبت ثبت الدولار لكن بالأشرة الأخيرة سهدنا صعود إلى الأسباب التي أدت إلى هذا وأسباب إقصاء سنان الشبيبي قد نتطرق لها نتطرق لها لكن بودي أن تجيبني فقط على الآلية المعتمدة الآن من قبل الآن سوف أتحدث لك عنها لماذا لا تتغير إذا تشوفها الكثير من الفساد؟ اللي يحصل الحقيقة البنك المركزي عندما سعى إلى أن يحافظ على سعر الصرف من خلال طرح العملة الأجنبية مقابل الدينار وشراء من قبل شركات ومزادات وضع لها ضوابط هذه الضوابط اللي نتحدث عنها أهم ضابطين في هذه القضية هي ورقتين ورقتين اللي تم تجاوزها وعدم الحديث عنها لا في لجانة تحقيق الحقيقة ولا حتى في الإعلام بشكل مباشر الورقة الأولى أنه شركات الصيرفة أو البنوك تقدم ما يعرف بالمنفست اللي هو شهادة المنشأ للبضاعة شركة جارية مسجلة التاجر يروم شراء بضاعة من دولة معينة هذه الدولة تقوم بإرسال ما يعرف بالبروفيل كل ما يتعلق بهذه البضاعة ومنها ما يعرف بالمنفست اللي هو شهادة منشأ هذه البضاعة لنفترض سيارات تاجر يجد أن يستورد سيارات إلى العراق ماذا يفعلوا؟ يرسلوا له لنفترض هذه السيارات فرنسية يرسلوا له شهادة المنشأ من المصنع الذي صنع هذه السيارة أين تصدق هذه الوثيقة؟ تصدق في السفارة العراقية وفي وزارة الخارجية نعم نعم وبالمقابل وزارة خارجية الدولة أيضا طبعا هي من تصدق في سفارة تلك الدولة تصدق من خلال قنصلية تلك الدولة وترسل إلى العراق وأيضا تصدق في الخارجية العراقية في القنصلية هنا الموضوع شي يصير فيه بقعدنا ورقة أخرى لها بوليسة الشحن التي تثبت أن هذه البضاعة تم شحنها من خلال سفن أو سيارات إلى آخرها تدخل للعراق ودخلت إلى الحدود العراقية إذن أصبحتنا تجارة متكاملة خلاف ذني إذا ذني الورقة أن تم تزويرهم ماذا يحصل؟ يحصل لناك عمليات تحريب منظمة هو الغريب هذا الأمر كيف كان يحصل ذلك؟ كيف كان يحصل ذلك؟ الملحقيات التجارية في ثلاث سفارات حسب ما ذكر في التحقيقات السرية وفي التقارير اللي رفعها البنك المركزي وطالب فيها الدكتور سناني الشبيبي في أكثر من مرة لغرض كشف هذا الموضوع تم تغطيطه ومنهم أحد الملحقين التجاريين الذي كان يصادق مقابل 2000 دولار على كل وثيقة هذا الآن هرب إلى دولة أجنبية وأخذ اللجوء يعني تصدق هذه الوثائق مقابل 2000 دولار؟ لأنه ليس تصدق تزور لأنه أصلا ماكو وثيقة هي مافي وثيقة هو بيجيب ورقة شهادة منشة على اعتبار هذه البضاعة سوف تدخل العراق لكن غير موجودة يختم له في السفارة العراقية في دكتور الدولة أصبحت وثيقة البنك المركزي لا يستطيع أن يعترض لأن هذه وثيقة الأسمية مصدر من السفارة العملية هذه تم تجاوزها وتم رمي المسؤولية على سنان الشيبيبي هناك دائرة في البنك المركزي هناك دائرة غسيل الأموال التي هي معنية عن هذا الموضوع بشكل مباشر هي ليست فقط على تهريب العملة لا أي عملة تدخل العراق أو تخرج من العراق يجب أن تكون وفق الضوابط المالية العالمية والدولية وأن لا تسهم في ترعيم الأرهاب هذه الدائرة لم تقم بواجبها بشكل رسمي ودقيق إذا هذه الآلية المعتمدة الآن هي أثبتت تشوفها كثير من الفساد وغير واضحة وغير شفافة لماذا لا تستبدل؟ الآن السؤال الأهم لسألتي جنابك أنه لماذا الدولار بدأ يتدهور رغم أنه البنك المركزي يحافظ على سعره لمدة أكثر من ست سنوات طبعا رصيد البنك المركزي احتياط البنك المركزي ما يقارب 67 مليار في آخر تقارير اللي حصل الآن الحقيقة أنه هناك كميات من الدينار العراقي لا أحد يسأل هذا السؤال من أين يأتوا؟ أنت خلنا أخذ مثال آخر رقم باع به المزاد البنك المركزي في المزاد باع 222 مليون دولار نعم تقدل أسبوع الفائد عندما تضربين هذا الرقم في الدينار العراقي على 1200 يصبح لديك ما يقارب 244 مليار دينار من الذي يسمدك هذا الرقم من الدينار في يوم واحد؟ هذا السؤال يجب أن يسأل ويثار السؤال صعب يعني لا أستطيع أن أجيب عنه أنا من الذي يمتلك 244 مليار دينار في يوم واحد؟ وفي نهاية السنة يمتلك أكثر من 700 تريليون دينار من أين تأتي هذه الأرقام؟ هذه الأرقام الحقيقة هي خلف تدهور العملة الصعبة أنت كل ما أكو دينار عراقي يقابل الدولار ويحاول أن يسحب الدولار هذا هو السؤال الأهم السؤال ليس فقط عند البنك المركزي السؤال من أين يأتوا هؤلاء بالدينار؟ سواء بنوك، سواء شركات صيرفة، سواء أشخاص عاديين هذا السؤال هو محط أنظار هيئة النزاهة هذا السؤال محط أنظار لجئة النزاهة في البرلمان الحقيقة طبعا ماذا يؤثر ارتفاع الدولار؟ حتى العراقين يسمعون جليسي طبعا الدولار من يرتفع يؤثر على المواد الغذائية يؤثر على المواد الاستهلاكية المواطن طبعا هذا الارتفاع البسيط الذين يسرقون الدينار والدولار في آن واحد لا يستشعرون به لأنهم يبنون في لندن ويبنون في الدنيمارك وفي السويد وإن شاء الله الأيام تثبت ذلك في الدليل الواقع القطعي أما أبناء الشعب العراقي الذين يأنون وبحاجة إلى ساعة كهرباء في رمضان وفي هذا الصيف اللاهب لا يعني يكترثوا الحقيقة السياسيين بهمومهم يعتبروا هذا بطر لأن العراقي عندما يطالب بحقوقه أقول العراقي الحقيقة الذي يتقاضى راتب 600 ألف دينار اللي هو معدل رواتب طبعا على فكرة جمعة على اعتبار من نيع العراقين ولا راتب 600 ألف قنينة الغاز كان قبل دينارين حسا قنينة الغاز ب25 حطاع الكهرباء كان المواطن العراقي يمكن ببلاش يستخدم الكهرباء البنزين النفط الغاز كلها ارتفع المستشفيات كلها عندما يرتفع الحقيقة الدولار على الدينار أي طبقة البيض على سبيل المثال من 4000 صير 4500 المواطن يخسر البسيطة وهي حقيقة صعر ومساعد هذه أقصد مثال طبعا أعطيك يا شنو تأثير هروب العملة بهذه الطريقة شنو تأثير ارتفاع الدولار على الدينار هذه المؤثرات يجب أن تدرس ويجب أن توقف أما الحكومة شنو دورها ناقشة فيما بعد الآن جئتيني للآليات هل هناك آليات أفضل؟ أفضل طبعا بكل تأكيد ليست هناك أفضل من هذه الآليات إذا كانت هناك شفافية ودولة تحترم نفسها لا دولة تضع إذا كان هناك موظفين عند الدولة إن كان في السفارة العراقية خارج الدولة أو إذا كان في البنز المركز العراقي السفير اللي كان في تلك الدولة التي تزور السفير كان شريك لهذا الملحق التجاري وهذا السفير لم يحصل على الشيات العدادية ولا يعرف يقرأ ويكتب لأنه أحد المسؤولين هذا السفير هذا ليس السفير للدولة هذا سفير للعصابة وبالتالي الحقيقة هذا السفير وغيره ساهموا في هذا التخريب واليوم لأنه أكت شاحن سياسي مع سنان الشبيبي لأنه رفض أن ينصع للأوامر التي جاءته بإقراض الحكومة خمسة مليار تم تلبي سنان الشبيبي التهم عن طريق شركائهم في البرلمان هذه القضية يجب أن تعرف من قبل الشعب طبعا وهو واحد من أربعين شخصية مالية في العالم أنا لا تتربطني علاقة بسنان الشبيبي ولكن ها سووا متعرفها لأسمها عالميا لكن هاي إقصاء لكل الكفاءات العراقية الآن كل الكفاءات العراقية خارج مؤسسات الدولة المزورين المهربين السراق هم الموجودين نعم وعندما تتحدث هناك ميليشية تصفيك أو عصابة تختالك وكذا هذا غول مطلوب اليوم أكو حد يجب أن يوضع لهذه العمليات من عمليات النهد الدائمية والمهنهجة الحقيقة منها وجزء كبير منها ما يحصل في البنك المركزي العراقي لم تستطيع حتى الإدارة الجديدة أن تغير من واقع الحال بل بالعكس استمرت دولات بارتفاع أمام الدينار العراقي واستمرت عمليات البيع بالمزاد كما هي كانت سابقا بل أكثر ما الذي حصل إذن؟ ما الذي حصل؟ هذا السؤال لم يحصل إيش لم يحصل إيش إذن لد الوضع بقى كما هو يعني أعود دكتور أحمد يعني كما تابعنا المصارف وبعد الحصول على العملة الأجنبية أو العملة الصعبة كما قلت تقوم بتحويلها للخارج عبر شركات صيرفة أو تستخدم بعض ما حصلت عليها يعني من تسهيل أمور داخلية في البلاد لكن من خلال المراجعة لجداول المزاد اليومي لبيع العملة الأجنبية في المصارف العراقية تم أنه هناك مصارف محددة تقوم بشراء هذه العملة المصارف ذكرناها عبر التقرير طبعا لكن لماذا تستحوذ هذه المصارف المعينة يعني بحيث تصبح هي الأكثر استحواذ على شراء العملة الأجنبية من البنك المركز العراقي يعني هالمصارف لديك أنت وثائق وعرضنا وثائق يعني موجودة أكتريتها السياسة النقدية هي مسؤولية البنك المركزي السياسة المالية هي مسؤولية وزارة المالية المصارف الحقيقة عندما تفتح هذه المصارف أو تباشر عمالها في العراق تعطى إجازة من قبل البنك المركزي بموجب القانون هذه المصارف يجب أن تصنف الحقيقة إليف باجي بحسب تصنيف البنك المركزي وهذا يعتمد على مصداقيتها ما يعرف بالكريدبلتيز اللي هي مصداقية الباينغ على رأس ماله الحقيقة وبالتالي يوضع شروط للمزاد العلني إنما نطلع عليها بشكل كافلا ما تعنيني ما هي الشروط التي تدخل بها هذه المصارف ولكن هذا لا يلغي أنه هناك كان تنسيق مع دارة بيع العملة مع بعض المصارف المصارف هي لدينا هذه اللي ذكرناها عبر التقرير يعني دكتور أحمدية مصرف الهدى مصرف دجلة والفرات مصرف آشور خلينا نتحدث باللغة العامية نتحدث ها هي المستحوذة هذولا شي سوى ليش أكثر استحواذا ذولا لأنه عمليات اللي حتينا عنها المنفيست والبوليسة الشاحن تأتي من خلال ذولا من خلال ذولا عندهم علاقات بره تنسيق بره مع السفارات تنسيق داخلي حقيقة أيضا علاقات مع البلق المركز العراقي ذولا شي استفادوا تعرفين شي استفادوا فرق التحويل أكو نسبة للتحويل اللي هما يسموه ترانسفيق فيز اللي هي كلفة التحويل هذه مثلا واحد اثنين بالمئة تأخذ بالاعتمادات هما وصلوه ياموصلت إلى خمسة بالمئة يعني على الدولار خمسة دولار على العشر على الميت دولار خمسة دولار بيأخذوا يعني العشرة ألاف دولار قد يأخذوا خمسين دولار فأنت تخيلي هاي الأرقام خمسين دولار لا شيء بالنسبة لي إذن أرقام خيالية لا وسط مرحلة أحد هذه المصارف ذني الأربع يوميا يحصل الخمس مصارف ذني يوميا تحصل على خمسة مليون دولار خمسة يعني إذا كان الدفتر خمسة خمسين دولار إذن إشقد محوله إشقد مشتري عمله ضربي هذا الرقم الرقم اللي بيع على البنك المركزي هو هذا اللي يريد أقوله إشقد محوله طبعا الميتين مليون تتقسم على دولار الأربعة فرضا نفترض ذول هما اللي يخذوا المزاد كلهم فكل واحد خمسين مليون ضربة إحنا حجينا على كل مليون يكون خمسة ألاف دولار ضربة الخمسة ألاف فيه خمسين مليون نعم يوميا هذه الشركات الأربعة كانت تحصل يوميا على خمسة مليون دولار نتيجة هذا البيع الغير رسمي والغير شرعي هذه الحقيقة يجب أن يتم التصليف يعني دكتور هي نفسة هذه المصارف تقوم بتحويل إلى شركات تحويل وصرافة أخرى وتبيع أيضا شركات صرافة محددة أقول لك قضية مضحكة أكثر وهي هو عملية ضحك على الضقون يعني هما شي سوون يبيعوا الحوالة ويرجعوا نفس الحوالة يشتروها ويبيعوها مرة ثانية وهذا العملية ما بين البيع والشراء الفرقات تنزل بجوبهم من حساب المواطن العراقي طبعا كل هذا يدى تصير الهيئات المالية العراقية تعلم بهذا الشي طبعا شوفي القضية هما رادوا يحشروها بس باتجاه البنك المركزي طبعا نتكوح نحكينا هناك دائرة غسيل الأموال هذه مسؤوليتها مسؤولية كبيرة الحقيقة تتعلق في عملية دخول الأموال العراق وخروجها وخروجها والتابع هذه الأموال أين تذهب وبالتالي تضع تقاريرها أمام وين هاي الدائرة موجودة في البنك المركزي ليش ما تتابع هذه هذا هو السؤال هذا مدير هذه دكتور لي خرجت 12 مليار دولار يعني رقم خيالي خلال سنة وحدة هذا الرقم الحقيقة رادة تدقيق أكثر من هذا لو فرضنا 12 مليار دولار يعني مبلغ ليس بالقليل خرج سنة 2012 من العراق من البنك المركزي حولوا العراق للأسف حولوا العراق ودمروا اقتصاده واعتبروا العراق عبارة عن محل صيرفه الدولار يجي من النفوط هو هذا اللي يجي صير الدولار يجي من النفوط يبيعوه بتجو قدام الدينار وانه يرجع يشتري الدينار بيه دولار ويطلع عبره فالعراق عبارة عن صيرفه ما يتبقى في العراق هو نزر يسير ليش انت لما انت حسبين البنك المركزي قد بايع العام الماضي عام 2012 بايع 56 مليار من اصل عائدات العراق تقريبا 72 مليار نعم تخيلين شو يعني اكثر قريبا 75% من عائد يعني من عائدات من الانكم والدولة العراقية مبيوعه عن طريق المزاد هذه خرجت مرة اخرى السؤال ما يهمني ان يخرج الدولار لما خرج شنو مقابيل هذا الدولار طب دخلت بضاعة نعم تأكدوا من جودتها للبضاعة ماكو شي ام فقط انه خرجت بس بدون مقابل يعني حتى بضاعة ما دخلت حتى لو كانت تغير حتى المواد الاستهلاكية ليس حاليا رقابل حقيقة وتدخل مواد فاسدة مواد مصرطة نباعي سيارات الحقيقة من النوع اللي يسموها يعني سكراب تم اعادتها وتأهيلها وتم بيح هذا السيارات اللي في بغداد يعرفوها حقيقة حتى اصبحت يعني ندرة بالنسبة للعراقيين كل هذا يأتي عن طريق هذا الدولار اللي يتم اخراجه بطريقة غير رسمية طبعا الدول التي تحترم نفسها ولديها حصافة في النظام المالي ماذا تفعل هناك رقابة الحقيقة من قبل الدولة نفسها على كل فقرة من فقرات الاستيرات يعني الاستيرات والتصدير بالتجاهين طبعا هنا خطرات عندما تستوردين حاجة قضيتين اول مرة تحمين اموالك نية الحقيقة تحمين المواطن من البضاعة من البضاعة الرخيصة والبضاعة الغير جيدة الآن ليس هناك حماية المستهلك العراقي اذهبي كل اسواق العراقيات حد اي جهة رقابية في العراق تعرف ماذا يدخل من مواطن غذائية العراق شنو طبيعتهم وين جاي وشنو وضحها لذلك الامراض اللي انتشرت عند العراقيين صح جزء من اسبابها هؤلاء المجنمين وحتى الادوية اللي دخلت العراق هؤلاء الحقيقة المساهمين هؤلاء اللي هربون العملة هؤلاء مساهمين لا يعتبر نفسهم تجار او الآن هم خارج طائرة القانون التاريخ هو القانون الحقيقة وبالتالي هاي عمليات اللف والدوران واشتروا بيئة بعمان واشتروا بيئة بالامارات واخذ لتشنبرج هنا ومعرف ايش هذه ما تغني لا من الله ولا من الشعط هؤلاء الحقيقة يجب ان يراجعوا انفسهم ويتوقفوا عن هذا الاجرام وبالتالي الحكومة هم حتى لا توقفوا هم اللي اخذه اخذه ولا لا لا وبالتالي اين شوفي قضيتين ما تسقط لا يسقط الدم بالتقادم ولا المال يسقط بالتقادم وعندما تقوم حكومة وطنية في البلاد وان شاء الله سوف تقوم هذه الحكومة الحكومة الوطنية في البلاد التي لا تخضع لا الى ارادة امريكا ولا لا تركيا ولا الى ايران مو من الان الجماعة راح يستجدون ولا هذه الدولة وتلك الدولة يرحون ليران والتركيا وامريكا حتى يجبون اثنان رئيس وزراء هذا استجداء العراقين يجب ان يرفضوه حقيقة العراق دولة وطنية لديها الشعب وتاريخ وأصل وبالتالي الخيار الوطني هو الذي يعني هو الذي سوف يحجم هذه العمليات ما زال اكو حكومات تنتج من الخارج وتخضع ليرادة الخارج وهي بالداخل متحاصصة حزبيا وسياسيا وعصاباتيا هذه الحكومات هي اللي تسهل هؤلاء ولا لا يعقل لا يعقل موضوع تم فتحة بالاعلام وبالبرلمان وبالاخر تم طبق صفحة وروح الله بياك حالة حالقة ببقية الملفات فلذلك وفعلا كلمة فرهود اسمحنا دكتور أحمد ومشاهدين الكرام أن نتوقف الآن مع هذا الفاصل بعد ذلك نعود وإياكم لتكملة برنامج فرهود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في برنامج فرهود وأرحبوا مرة أخرى بضيف المحللة السياسية دكتور أحمد الأبيض دكتور أحمد يعني أعود مرة أخرى إلى مرحلة التحويل من المصارف إلى شركات الصرفة هي ما توصف بأنها الباب الواسع للفساد وتهريب الأموال بحيث تقوم المصارف المستحوذة على العملة الأجنبية بإرسال سويفت رسمي صحيح ترسل منه نسخة إلى البنك المركزي العراقي باسم شركة تجارية معتبرة تعود بعد ذلك تصدر سويفت جديد لكن هذا السويفت ما ترسل من عدة نسخة إلى البنك المركزي هذا السويفت باسم شركة طبعا وهمية وغير معروفة من هنا تبدأ مرحلة تهريب الأموال أو العملة الأجنبية الصعبة إلى خارج العراق هاي العملية كيف تعلق عليها؟ شوفي السويفت حتى المشاهد يعرف هو السويفت هو نظام حقيقة يعني نظام معتمد بين البنوك هو اللي يسموه التحويل الإلكتروني نعم هذا كل كل عميل كل شركة كل مؤسسة لها رقم معين سري تكون من 8 أحرف هذا اللي هو يعرف بالسويفت طيب هذا عندما يعطى الرقم ويعطى البنك يعني الادرسة البنك اللي هو عنوان البنك ونسبة البنك والمستفيد هذه الأربع أشياء الأربع معلومات هي الأساسية في التحويل في التحويل البنك المركزي شنو وظيفته البنك المركزي هذه الخطوة هي بالنسبة إلى نهائية لأنه هو سبق وأن يعني تعليماته وارحة بالنسبة لشركات الصيرفة والبنوك إنه قدم لأوراق قدم لأوراق رسمية أصولية وذكرنا ذلك الورقتين الحقيقة هو مو يوافق على فتح الاعتماد هو يوافق على بيع العملة للشركات للشركات هذا شو يسوي الحقيقة تمر من خلال شركات صيرفة هاي الشركات الصيرفة قلنا أصلا هي منتجة من رحم هذه البنوك منها نعم فش يسوي هاي الشركات الصيرفة حتى تقدر تحول تاخد بيرميشن وموافقة من البنك المركزي بتحويل هذه المبالغ لشركات خارج العراق نعم منها في الأوردن منها في بيروت منها في دبي الحقيقة شي حصل هنا الحقيقة العملية بالأساس الأساس ما لهاش هي عملية التزييف اللي حصل في الوثار هو هذا اللي يردق ترسل باسم وتخرج باسم هنا العصابات السوية الحقيقة لأن أنا مزيف ومنطيش إلى أنتي أم البنك وام البنك يعني المصرف وام البصرف منطيها لب الصيرفة نعم ومررها على البنك المركزي طبعا خلينا نحكي بصراحة لازم كان أكو تعاون بأن دائرة غسيل الأموال ولجنة بيع المزاد في البنك لازم كانت تعاون طبعا لازم أكو تعاون طبعا أنا سألت عن هذا الموضوع الشخصي سألت بشكل شخصي قلت معقولة البنك المركزي يغفر عن هاي الأمر قالوا يا بل رجل سنان الشبيبي ومجلس الإدارة عشرين مرة مخاطمين هيئة النزاة ومخاطمين الخارجية ومخاطمين وزارة التجارة ترى هذه الوثائق قاعد تجي مزيفة من سفارتنا بدبي ومن سفارتنا بالكويت ومن سفارتنا بعمان كاتبين الناس حقيقة سوى صدروا فيما بعد تعليمات أنه الوثائق اللي تجي من هاي السفارات ما تعتمد طبعا العصابات ما تقعد راح تخول سوى تبغير مكان بالفعل بالنتيجة أكو سلسلة أكو سلسلة شي سوون ذوله أبو الصيرفة وأبو المصرف يتفقوا على هاي العمولة اللي حتنا بها لعمولة التحويل تحويل وبالتالي لما كل شيء هو مزيف وماكو شيء الحقيقة مجرد أنه أنت تجيب دينار عراقي هو هذا السؤال المهم أبو المصرف شنو مسؤوليته يجيب دينار عراقي يسلم البنك المركزي كل دينار بـ 1117 هيتشت الحزبة يسلم أشي ياخذ ياخذ دولار يطيل أبو الصيرفة أبو الصيرفة يحول أين بره هذه الحوالات ناتج مال هاي العملية اللي هي أساسها تزييف وأساسها تزوير حقيقة هذه تتقسم ما بين هؤلاء الجهات الثلاثة الخارجية منها الخارجية والداخلية والداخلية والبنك المركزي والبنك المركزي اللي هم متعاونين متعاونين لها أكيد هذه الشبكة الحقيقة ما يحتاج لها إذا تحدثنا عن التحقيق اللي حصل ستحدث لك بكل صراحة ماذا حصل في التحقيق وليش هذا التحقيق الحقيقة كان تحقيق سياسي وليس تحقيق مهني حول هذه الشبكة الثلاثية أولا بموجب النظام الداخلي للبرلمان سيدتي اللجنة عندما تشكل يجب أن يصوت عليها البرلمان أي لجنة تحقيق أي لجنة تحقيق يجب أن تذهب إلى البرلمان يتم التصويت عليها لتأخذ شرائيتها من البرلمان ثم هذه اللجنة عندما تنهي أعمالها ماذا تفعل؟ تقدم تقرير مرة أخرى للبرلمان ليتسنى للبرلمان اتخاذ القرار المناسب وفقا لهذا التقرير هذا الآلية وين؟ بالنظام الداخلي اللجنة التي ترأيها قصية السهل لم يصوت عليها البرلمان لم تكن مشكلة من اختصاصيين كان فيها عضوا خارجيا من خارج البرلمان وهذه نقطة مهمة هذا العضو المفروض إذا كان منتدب يجب أن يعرف بيه البرلمان هذا العضو الذي كان رئيس ديوان الرقابة المالية صح أو لا مصح؟ مو عضو برجة تحقيقية؟ صح عضو برلمان هو؟ مو عضو برلمان فكيف تم إدراجه في هذه اللجنة؟ الأغراض معينة ناهيك عن الأغراض أقول كيف هي الطريقة القانونية والشرعية؟ أنا أسأل كيف ندخل باللجنة؟ وافق عليه البرلمان؟ لا البرلمان لا يدري بالنتيجة هذه اللجنة منحققت عرضت تقريرها على البرلمان وصوت البرلمان مثلا بالموافقة على إقالة سنان الشبيبي ما حصل هذا الشيء لماذا البرلمان منصوت على عادل محسن؟ قال قبل 3 سنين البرلمان صوت لجنة تحقيقية طبعا شرعية موافق عليها البرلمان تقريرها مصوت عليها البرلمان وتقريره قالت عادل محسن تم التصويت عليها في البرلمان وتجاهله هذه اللجنة كيف حققت بهذه السرعة واتخذت قرارها بيوم واحد وتم يقالة سنان الشبيبي أنا أتمنى من الدكتور سنان الشبيبي أن يقيم دعوة الحقيقة وأن لا يترك هو عدة مرات صرح بالعبر وسائل أنه سوف يعود إلى العراق ويقوم دعوة وإذا مخوفي بالقاء القبض القبض قبض أنتهي يعني هو هي من الفاتف فسأل تخرج على المسؤول عندما يغادر العراق يعني هناك مجرمين قتله هم يقولون عنهم قتله واحد من عدهم كان يقول له أهم شخصية في البلاد يقول له أنه إلا وديك للمشنقة جابوهم خمس دقائق يكفلوهم بالمحكمة وطلعوهم والآن هم رجعوا ونقلبوه عليهم يا محشونا سيسأروحهم برد زياد أقول سنان الشبيبي ألا يستحق أن تسوى قضيته بهذا الشكل أو يدرج ضمن العفو الخاص اللي تسمع به الناس وماكو نتيجة لكن الهدف من ذلك هم اليوم طردوا سنان الشبيبي وطردوني وطردوش وطردوهاي وبعض النتيجة يطرد الشعب العراق طردوا كل الكفاءات الموجودة بالعراق بالنتيجة خلو بالنتيجة الشعب العراق ما راح يستسلم مصحيح نحن نتحدث بهذه الحدية لأنه بعد عشر سنوات نقول كافي كافي لأنه أصبحت القضية واضحة أي شخص يأشر على الفساد تضربوه ومن اللي يضربه ترى مو الحكومة بس هاي العصابات اللي مشتركوا إياهم مصارف وصيرف وحقيقة واحد من اللي تشاري بيع طماطة واحد من الآن اللي يمتلكون هاي البنوك بيع طماطة طبعا ما احترام اللي بيع طماطة بيع طماطة شريف إنسان يعيش لكن كيف تحول بيع الطماطة إلى بنك بثلاثة أربعة مليار دينار تقريبا رئيس ماله مئتين مليون دولار من أين أتى بهذه الأموال وهل هو غطالي دولة إقليمية تحاولا تسحب الأموال يعني هذا اللي يريد أقوله يعني شخصيات وقوة مستنفذة في التحويلات ما لي أقول إنها تعمل كغطالي ودول تحتاج إلى العملة العراقية إلى العملة الأجنبية جزء من الحقيقة تجار إيرانيين تعرض نتجة الحصار العراق مر بهذا الموضوع طرح على فكرة وهذا موعب الحصار من يصير العراق مر تعامل مع الأردن في هذا المجال باكتو بس بموافقة مجلس الأمن على فكرة الأردن مصر وغلق الأردن راح إلى مجلس الأمن قالهم العراق محصور وانا اقتصادي قائم عليه تكوني موافقة سبعين ألف برميل يوميا مش بصورة سليمة طابعا راح أخذ موافقة مجلس الأمن العراق قدم طلب أكثر من المر أولئات التحية الأمريكية رفض في قضية التعاون مع إيران في بعض التجار الإيرانيين فرصتهم تاجر ما لا علاقة بإيران دولة إسلامية دولة قومية ما لا علاقة لا أكيد أكيد هذه استفاد التجارة ما لا علاقة دولار سهل الحصول عليه في العراق مقابل حتى عملة مزيفة دخلت بالمناسبة وهناك حديث عن عملة عراقية مزيفة وعن عملة إيرانية مزيفة وعن عملة سورية مزيفة لاحظ الفرق وبالتالي هذا هو واحد من أسباب ارتفاع الدولار على الدنار طبعا أيضا بالتالي هذا التجار عندما يتون بهاي الأموال ويحصوا على الدولار طبعا رايح يطلعون الدولار طريقتهم الخاصة بالقوان يطلعون الدولار فهذا بالنتيجة هي أموال من هاي أموال الشعب العراقي فهؤلاء المشاركين المساهمين بهاي القضية الحقيقة هم حاولوا أن يجعلوا من سنان الشبيبي من إدارة البنك المركزي الحقيقة غطاء يغطوا بها سرقاتهم هم الذين تآمروا على سنان الشبيبي طرح ذول نفسهم المعاكل اللي مستفيدين من هاي الفرة اللي نحكي عنها هاي الثلاثية الثلاثية الفرة هم اللي الحقيقة أوهموا حتى بعض الأخوان في البرلمان وسوف يدفعوا الثمن بالغا ها ولا أكيد اللجنة يعني مغافلة عن هذا الشي اللجنة تعرف إذا كانت يعني اللجنة قصة سنان الشبيبي وهو اللي يملك حصانة عالمية يعني إذا طبعا بالمناسبة هناك خطأ قانوني يعني إنه سوء إدارة في اللجنة ذكرتيني في قضية الحصانة طبعا يكون خطأ ارتكب قانوني يعني ليش أقول سنان الشبيبي يجب أن يرفع الدعا ولأن قانون البنك المركزي تسعة وخمسين اللي صدر عام الفين واربعة يقول رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي وموظف فيه لديهم حصانة قانونية تعرفين هذا الموضوع جيد خطر يعني إذا حصانة عنده قانوني لش ما ترجع للإراءة حصانة وساكت مثل البرلمان عنده حصانة قانونية يعني لا يتم القاء القبض عليه ولا يتم التحقيق معه لأن ليش ما يرجع للإراءة ويقيم دعو عليه لأنه القانون انشمر وراء الظهر الآن ماكو حصانة ماكو قانون كو حصانة وحدة يمنع تشيها واحد فقط فرعون إذا رضى عنك ساحة ملكي في الأرض هذا العراق الآن معلسف إحنا الدولة فرعونية الآن ولا قانون البنك المركزي خليط العوب قدام الشاشة للناس يقول محافظ البنك المركزي وموظفي البنك المركزي لديهم حصانة قانونية وكلمة قانونية مفهومة اشتعني لا يجلس التحقيق ولا القاء القبض عليهم ولا كذا كل هذا ذبون بالخير لأنه الرجل رفض في يوم من الأيام أن يخالف قانون البنك المركزي الذي يقول لا يحق للبنك المركزي أو لا يحق للحكومة الاقتراض من البنك طلبوا من عنده ضغطوا علي أكثر من رجلهم روحوا عدلوا القانون ما تعدل القانون ما يقبلون عدلوا القانون صارت هاي الفرة اللجنة اللي قالته برئاسة قصي لسهيل يعني لجنة على نحو من سوء الإدارة يعني كيف يمكن يقاف إذن عجلة الفساد في جانب مهم يتعلق بموارد العراق لذلك الصدرين الحقيقة سعوا إلى تغيير قصي سهيل لكن هناك إرادات داخلية وإرادات خارجية الحقيقة تريد أن تبقي هؤلاء أو الناس الذين ينصاعون إلى إراداتهم هذه اللجنة الحقيقة غير شرعية كما شرحت لك وقانونية وإجراءاتها الحقيقة يجب أن لا يطرد تبع لها أي أثر وبالتالي مع تغيير هذا البرلمان وتغيير هذه الحكومة سوف تكتشف ناس هذه الحقائل وتكتشف كم الهائل من السوء والفساد في إدارة الدولة العراقية وفي إدارة أموالهم والآن كل محاولة البقاء في السلطة من قبل هؤلاء هو الغرض تغطي على هذه الملفات طبعاً بالنتجة النهاية وحدة من الثنين ياما الشعب العراقي ينتبه النفس وشوف هذه على الأسف أقول هاي القشمرة مال الطائفية الحاطية بيها حتى هم يبقون يلهو 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 بيها وينتفض على هذا الموضوع أو أنه تجي الإرادة الدولية مرة أخرى كما فعلت بمرسي عندما شافتها نهار هيهم صارت عالية ولا الأخوان المسلمين هم مثل ما يقول بريكتوية الأمريكان هم اللي جابوهم للسلطة بس من شافوا نهار غيروا رأيهم عنه الآن نفس الموضوع رح يحصل في العراق يعني لا يعتقد الذين الآن هم يعتقدون نفسهم مسنودين من هذه الدولة أو تلك الدولة أنه باقين لا لأن هذه الدول ويهو مصالحها مصالحها وين رح تمشي عليها بس نحتاج حركة من الشعب العراقي الحقيقة في هذا الإطار طيب أعود مرة أخرى لموضوع المصارف وتحويله بريك كماذا لا تتواصل عملية المراقبة من قبل البنك المركزي العراقي للعمل الأجنبية ومسار تحويلها طبعا إلى الشركات بحث يسأل المصرف والشركات المتعاملة معها حول البضاعة التي تدخل المستوردة والداخلة إلى العراق مدى إذا كانت متطابقة أم إذا كانت غير عالية الجودة أم كانت يعني ليست متطابقة مع الأموال التي بيعت إراد ترتيب هذا الموضوع هذا الموضوع إراد ترتيب تشارك بي وزارة التجارة شارك بي وزارة الخارجية وشارك بي البنك المركزي وزارة الخارجية عليها أن تقفل على قضية أساسية مثل تصديق الوثائق بالخارج بالخارج من خلال ملحقين التجاريين وتتحقق من كل شركة تتعاطى مع العراق تتعامل مع العراق تتحقق هذه مسؤوليتها وتفاتح الجهات الرسمية لتلك الدول التي فيها الشركات وتعطي رسالة ما يعرف ر meio لتر اللي هي رسالة الترحيب الى الحكومة العراقية تقول فيها انه هذه الشركات هي أصير هي الكفين من الحقيقة التجارية وزارة الخارجية وزارة التجارة عليها عن أن تعيد تنظيم عمل الشركات من خلال مسجر الشركات الحقيقة وهذا مهم جدا وأن تضع تصنيفات للشركات شركات غذائية شركات مواتر المعيار التي كانت موجودة في الدول العراقي هذا المعايير ومشقة هذه الشركات إلها مصداقية وتعاملها صحيح وتراقبها من خلال مسجل الشركات يعني مو بسطي إجازة وروح لا تراقبها الحقيقة إضافة يجب إنشاء مؤسسة في غاية الأهمية هي مؤسسة حماية المستهلك وهذه المؤسسة الحقيقة يجب أن لا تخضع للحكومة والمساومات مرة أخرى مؤسسة تكون قريبة من الانجي او وتكون مستقلة في نفس الوقت هذه هي مسؤوليتها تراقب كل المواد بالتنسيق معزات التغطيط طبعا التي تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى لأنها بيدها المنافذ الحدودية وبيدها التقييز السيطرة النوعية أن تصادق على جودة البضايع من عدمه هذه الآلية تخضع وين بعد أن تدخل عند المنجي المركزي ليعطي الأموال أو يسمح بالتحويل الأموال لهذه الشركات نحظي هذا السيستم الآن ما موجود وإذا موجود تم اختراقه من قبل هؤلاء الفاسدين والمفسدين أكون مفسدين وأكون فاسدين في العراق هذه الآلية الآن الحقيقة تحتاج إلى قرار سياسي علوي وطني يتم رسم هذه الآلية للدولة والعملية ليست معقدة هذول الحرامية والفاسدين ترى بس يسير قانون كلهم يهربون والآن هم يهربون يهربون أموالهم لكن هذا الاستئثار والاستهتار بمشاعر العراقيين يجعل الدولة ماشى في هذه الطريقة للأسف ولا ما معقولة يعني أنت بضايع الطب وتطلع للبلد ما حد يدري به وفلوس الطب وتطلع ما حدري به وننفق أموال يتحدث الأخ عن نبيع كهرباء للخارج بعد وراء شوية وبيرجع يقول لا أنا ما أدري نبيعنا وما نبيع حسنا ما مكفين نفسنا كم مليار صار فينا بها نحن صار فينا تقريبا 47 مليار على الكهرباء هذا موضوع الكهرباء عدنا حقات أخرى نتناقش بموضوع الكهرباء شكرا جزيلا مشاهدين الكرام بنهاية حلقة برنامج فرهود بيوديانة شكرا ضيفي في الستوديو الدكتور أحمد الأبيض كنت ضيف عزيزة في برنامج فرهود شكرا جزيلا لك دكتور أحمد وأشكر متابعتكم لي في حلقة هذا اليوم من برنامج فرهود وإلى أن نلتقي معكم في حلقات مقبلة تقبلوا تحياتي إلى اللقاء شكرا